احتشد مئات الأشخاص في حديقة في مدينة نانتغر بفرنسا على مدى ساعة ونصف الساعة لمراقبة زهرة عملاقة تزهر مرة واحدة كل عشر سنوات وهذه الزهرة هي من النوع الأكبر في العالم ويبلغ طولها حوالى متر وستين سنتيمترا واسمها العلمي أمورفوفالوس تيتانوم وقد أزهرت بعد ظهر الأحد بحسب مدير الحديقة التي احتشد فيها ألف شخص لمشاهدتها والتقاط صور لها أو شم رائحتها الكريهة ويستمر تفتح هذه الزهرة 72 ساعة فقط وهي ستذبل اعتبارا من الأربعاء وجلبت هذه الزهرة إلى مدينة نانتغر في العام 2012 ومصدرها جزيرة سومترا وهي الثالثة من نوعها في فرنسا